أرجعت المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام السوري في جنيف إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بسبب عراقيلة تضعها روسيا بحسب المعارضة وقال رئيس وفد المعارضة المفاوضة السعد الزعبي إن موسكو تريد فرض وفد بديل للتفاوض مع نظام الأسد ما يهدد بإلغاء المحادثات بين الطرفين من جهته بيّن وزير الخارجية الأمريكي جون كاري أن المحادثات قد تؤجل لبعض الوقت بهدف توجيه الدعوات وأنها لن تتأخر كثيرا